بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا محمد عزيزي الطلباء السلام عليكم كنت مديت لكم فيديو قبل هذا تركيب الدوال أعطيت لكم تعريف وأمثلة ونحلنا بعض التمرين نواصل الفيديو هذا تابع للفيديو السابق يعني في هذا الفيديو دائما مع تركيب الدوال راح نحل تمرين خارجي يعني تمرين واحد ماشي تمرين أمار أني غلط هكذا يعني صح أحد يعني ها ماشي تكونوا بالصورة أن هذه الفيديوهات اللي جاية بالأسود هذه الفيديوهات تتماشى مع البرنامج الجديد برنامج المخفف الاستثنائي لسنة 2020 2021 يعني الفيديوهات القديمة لمسجلة من قبل حتى نقول لك أنا ايه تقدر تطلع فيه ولا لا لأنه كان فيديوهات لا ربما فيها أمور لحوذفت إذن نشوفه نص التمرين ها هو نص التمرين قال لك أف وجي دلتان معرفتان كما يلي أف دو إكس تسوي إكس موربع زايد واحد وجي دو إكس تسوي واحدة لإكس ناقص إثنان السؤال هو مطلب منك تعيين مجموعة تعريف الدل المركبة جي رون أف ثم حساب جي رون أف لإكس ثانيا تعيين مجموعة تعريف للدل المركبة أف رون جي يعني العكس تعلو لها ثم حساب أف رون جي لإكس أولا نجبد المجموعة تعريف تعالى الدلات لنجوب على الأسئلة عندنا الدل باللون الأزرق أحسن عندنا دي لأف دي لأف هي الدل لكثير حدود من درجة الثانية إذن معرفة على مجموعة الأعداد الحقية أي تسوي أر أما بالنسبة لي دي لجي دي لجي واش تسوي لحظة عندنا العبارة هذه رهي في المقام إكس ناقص إثناني رهي في المقام ونعرفه بأن المقام لازم يكون يختلف عن الصفر أي ممنوع الصفر إذن واش نحطوه نحطوه إكس ناقص الإثناني تسوي الصفر يعني تختلف عن الصفر هكذا إذن إكس تختلف عن ماذا عن الإثناني أي واش نكتبوه نكتبوه أن دي لجي تسوي مجموعة الأعداد الحقيقية كامل معدق الإثناني قيمة ممنوعة إذن هنا نحطينا مجموعة التعريف تعدلتين صح هذه الأول أنا نروح نجاوب على السؤال الأول إذن عندي قالوا لي دي أي مجموعة التعريف الدالة المركبة جي ورن أف واش تسوي أي من أجل كل عدد حقيقي إكس حيث قلنا من الشروط أنه إكس ها هي التعريف التي تقلناها في فيديو السابق من الشروط أنه يعني إكس تكون تنتعمي إلى دي أف و أف دي إكس تكون تنتعمي إلى مجموعة التعريف دي جي هذي قلنا شفناها سابق صح وقلنا كذلك شفنا أنه جي رن أف هي جي لف دي أف دي أف صح إذن واش تقولنا أنه إكس دي لجي رن أف معنى أنه إكس ينتعمي إلى دي أف و أف دي أف ينتعمي إلى دي جي هذه وحدة صح إذن نساوي أي من أجل كل عدد حقيقي إكس حيث إكس ينتعمي إلى دي أف دي أف هو أر إذن إكس ينتعمي إلى أر نكتب دي أف و أر و أف دي أف تنتعمي إلى ماذا إلى دي جي و شنو وهو أر معد الإثناني يعني أر معد الإثناني هو ماذا هو من ناقص لا نهاية حتى الإثناني اتحاد قيمة ممنوعة اتحاد من الإثناني إلى زائد لا نهاية هذا هو المجال تعريف دي جي صح وصلنا إذن عندنا إكس ينتعمي إلى أر إكس ينتعمي إلى أر كيف كيف نفس الشي إذن إكس ينتعمي إلى أر خلاص تنتعمي إلى أر إذن هذه أجل كل عدد حقيقي إكس حيث أف دو إكس مدام أف دو إكس ينتعمي إلى أر معد الإثناني معناه أف دو إكس يختلف عن الإثناني يعني هذه هاكي مدام أف دو إكس يختلف عن الإثناني إخلاص صح هذه واحدة معناه أي من أجل كل عدد حقيقي إكس حيث أف دو إكس وشنية العبارة تحشارتنا وشا طولنا طولنا إكس موربع زائد واحد نحوظه هنا في المكان نحوظه العبارة هذا مكان إكس موربع زائد الواحد يختلف عن الإثناني من أجل دائما كل عدد حقيقي إكس حيث وش تولينا تولينا إكس موربع يختلف عن الواحد وش معناه معناه أنه من أجل كل عدد حقيقي إكس حيث إكس يعني كنقول كنقول هكذا إكس موربع تختلف عن الواحد معناه إكس تختلف عن جذر واحد أي تختلف عن واحد و إكس تختلف عن ناقص جذر واحد أي تختلف عن ناقص الواحد هذا وش حبيت نقول يعني نحن هذه نترجمها بهذا إذن تقول إن إكس يختلف عن الواحد و إكس يختلف عن النقص واحد يعني أصبح في مجال التعريف عندي قيمتين ممنوعاتين قيمتين ممنوعاتين إذن د ل ج رون أف يساوي أر أي مجموعة الأعداد الحقيقية معد الناقص واحد والوحد لهم قيمتين ممنوعاتين إذن الآن نحسب ج رون أف لإكس ج رون أف لإكس نحسب ج رون أف لإكس تساوي ج لإ أف لإكس هكا أي تساوي ج لإ عبارة أف إكس أي ج لإكس مربع نديرها بالأحمر بها ج بينه إكس مربع زائد الواحد هكذا يعني يعني وش حكمت حكمت عبارة ها أ ج إكس إكس مربع زائد واحد يعني أف إكس حطيت هالله في مكان إكس تولي لي ج لإكس مربع زائد إكس يعني نحكم عبارة هذه نحط هنا في إكس هذا داخل كرش إكس هذه صح شوف هم لحك شرح إذن وش تساوي واحد على يعني قلنا إكس ناقص إثنان على أف دو إكس ديرها بالأحمر معلش أف دو إكس ناقص إثنان أي تساوي واحد على أف دو إكس العبارة تحوشنية إكس مربع زائد الواحد ناقص الإثنان يعني هذه هي إكس تا ج دو إكس هذه كانت إكس هكذا ترنا براستها العبارة تا أف دو إكس خلاص إذن ج رو أف دو إكس تساوي ماذا تساوي واحد على إكس مربع ناقص الواحد يعني لو حتى حبينا نتحق من هذا مجال تعرف لصب ناقص معلنا إلا ندير إكس مربع ناقص واحد يعني نديرها إكس مربع ناقص الواحد تختلف عن السفر هذا المكان إذن واش تعطينا إكس مربع تختلف عن الواحد ومنه واش تعطينا تعطينا إكس تختلف عن جذر واحد هه تعطينا واحد وإكس تختلف تعريف عن ناقص جذر واحد وتطينا ناقص واحد إذن واش صبنا له صحيح الآن نشوف السؤال الثاني قال لك عين دي لأف رانجي هذه مجموعة تعريف أف ران جي نجو منا صح ثانيا إذن دي لجي لا لا لقدرناها لأف ورم جي سويما من أجل كل عدد حقيقي إكس ينتمي إلى مجموعة تعريف أر من أجل كل عدد حقيقي إكس عفوون عندنا إكس تنتمي إلى دي جي يعني العكس تعالو راوسترن وجي دو إكس تنتمي إلى دي أف يعني عكس واش كتبنا لاحظ اللي هنا في اللول واش حطينا حطينا إكس تنتمي لدي أف وف لإكس تنتمي لدي جي لأن جي رم أف أما هنا جي أف رم جي إكس تنتمي لدي جي وجي دو إكس تنتمي لدي أف صح إذن تساوي من أجل كل عدد حقيقي إكس حيث دي جي واش نوع إكس تنتمي من هذا مجال تعريف تعدي جي لأر معد الإثنان و جي دو إكس تنتمي لدي أف دي أف واش نوع و أر معناه إلا هنا من أجل كل عدد حقيقي إكس حيث إكس تنتمي لأر معد الإثنان و جي دو إكس وش ينظر العبارة جي دو إكس هي واحد على إكس نقص إثنان تنتمي إلى أر إذن هنا وين الحق هنا الحق باللي وبالتالي دي لأف رون جي وش يطعيني يطعيني دي لجي تقاط دي لأف كي دي لجي تقاط دي لأف يعني دي لأف هو أر ودي لجي دي لجي رون محتوى في أر رون محتوى في أر إذن ما اشتطيني تطعيني دي لجي هذا هو مجال تعرف إذن نحسب الآن أف رون جي لأكس واستطينا أي أف لجي لأكس هذه واحدة تساوي معناتها نعرف باللي أف أف دي إكس هي إكس مربع زائد واحد إذن تساوي مربع زائد واحد فيما كان الـ إكس ندير جي دي إكس نكتب ماذا جي دي إكس إذن تساوي عبارة لاحظ عب سننكتب هذا الأحمر واحد على إكس زائد الإثناني نقص عفو نقص نقص إثناني هذه كامل عبارة جي دي إكس مربع زائد ال واحد معناه جبنا هذه كومبلي عبارة جيد إكس درنا هنا في هذا الإكس مربع داخل الكرش تعم كل واحد هذا إكس نقص إثناني الكل مربع تفهمين صح هذه وحد إذن كدلنا واحد مربع هو واحد إذن هذه واش تقول لي تقول لي تساوي عفوا باللون الأزرق تساوي واحد على إكس ناقص الإثناني هذه تحتانية مربع لأن واحد مربع على هذه مربع زائد الواحد نوحد المقام نضرب الواحد في هذا العبارة نوحد المقام إذن تساوي واحد زائد الواحد في إكس ناقص الإثناني مكلا نكتب الواحد على إكس ناقص الإثناني مربع خلاص؟ إذن تساوي هذه رأي الشكل آ ناقص بمربع رأي على الشكل آ ناقص بكل مربع أي تساوي آ مربع ناقص ثنين آ بزائد بمربع يعني هذه صح زائد إذن تقول لنا واحد ما ننسوش الواحد هذا زائد إكس مربع ناقص ربعة إكس وزائد إثناني مربع على إكس ناقص الإثناني الكل مربع إذن آف رون جي لإكس يساوي إكس مربع ناقص ربعة إكس وبعد الواحد زائد ثنين مربع يعني واحد زائد ربعة زائد خمسة على إكس ناقص الإثناني مربع يعني لو جينا تحققنا من هذه دي لأفران جي يساوي دي لجي إذن نازم أننا نتحق من هذه إذا صح ولا لا صح نعم لماذا لأن إكس هذه رأي على الشكل إكس ناقص إثناني في إكس ناقص إثناني يكفي ندو واحدة برك واحدة إكس ناقص إثناني تختلف عن الصفر ومنه إكس تختلف عن الإثناني إذن إثناني قيمة منها إذن الشيء اللي كتبنا هنا الفوق صحيح مئة بالمئة والحمد لله عزاء طلباء إذا ننتقل بإذن الله في فيديو آخر أترككم في العيد الله وحوظه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته